اشتركوا في القناة وعلى رأسها سبول تحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط في ظل الازمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصيد للتوتر الاقليمي الى جانب التطرق لعدد من القضايا الافريقية وملفات مكافحة الارهاب ومستجدات الاوضاع الدولية لسيما في اوكرانيا وافغانستان واضف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الاوضاع في المنطقة من خلال التواصل مع كافة الاطراف مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة وانفاذ المساعدات الانسانية بكميات كافية باعتبار ذلك الخطوة الاساسية لنزيفة للتوتر الاقليمي مع التشديد على اهمية التواصل الى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الاوسط وقد تم تأكيد الحرص في هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة